اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكد بن دينا الى ان المحافظة على ثرواتنا الطبيعية تتطلب وتضافر جهود الجهات المعنية من المؤسسات العامة والخاصة والاهلية والعمل بروح الفريق الواحد وتطرق الدكتور محمد بن دينا خلال هذا اللقاء الى الدور الذي يقوم به المجسد الاعلى للبيئة في تعزيز الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتفنيد او تنفيذ خططه الخاصة برفع الوعي بمفهوم البيئة وقضاياها كما قدم بن دينا عرضا تضمن رؤيته ورسالة المجلس لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها للاجيار القادمة